هذه هي الوصفة التي نجربها ستنسيكم في حاجة اسمها مملحة كسرة محشية بلاف جانداشي تقول عليها غاتو تلمان تكير مجحر نعجينا فيها كيلة سميدي كونرطب وزج كيلة تالفارين مغرفة صغيرة خميرة مغرفة صغيرة ملح ومغرفة صغيرة سكر خلطتهم وبسستهم بنصف كيلة تعزيت مزيد زيت زيتون وزيت صنب عندما تعجنتها بالمدافي حتى انتشكلت العجينة تكون متهماسكة وطرية قطعتها بشكارة وطرشونة وخلطتها ترتاح المدة التي سوف نجربها هناك مقلعة حتى اضبطة وزيت ونقلي بصلة وفلفلة حمرة ملح وفلفل كحل زيت لها طماطيشة مقطعة وخلطتها سوف نسمها بلايزر بروفنس حتى تتعسلي وترجعلي كما هكذا سوف نزيد لها السر البنة اللي هو لبير بير اضبت مكعب ونقسمه قطعة صغيرة ونخلطه مع التكتوكات اضبقوني فيها بنا وعره 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 هات التكتوكات قررزوش خبزات وحلتهم على سمك يكون متوسط نحط التكتوكات ديالي وزيت لهم شوية لبير بير من الفوق بلوس دا جورماندوس ونغلقها بالعجينة زوجة نحاول كيفاشنسودي الأطراف كما راهي في اللوحالي نحل فيها نرح نقلبها فوق الطاجين اللي كان ديجا سخون سهلة مهلة ما راح انت تحرقوا ما راح تتكسر لكم ما راح تتشقق لكم وهذه هي النتيجة تعال كسرها فخصي دياليوم نتمنى تجربوها سلام